في طار جهودها من أجل ضبط أي مخالفات من شأنها التأثير سلبا على المخزون السماكي لمملكة البحرين باشرة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتغطية العمراني باتخاذ الإجراءات اللازمة والممهدة لإجالة جميع الحضور المخالفة وغير المرخصة من قبل إدارة الرقابة البحرية في منطقة سترة يأتي هذا الإجراء حرصا على تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية من التحديات التي تواجهها بفعل الممارسات الخاطئة والضر نظرا لما ينطوي على تلك الممارسات التي من بينها الحضور المنصوبة بشكل عشوائي من مخاطر وإضرار بالحياة البحرية